أكيد سلمة هلأ بننتقل لفقرتنا التالية ويمكن ضغوطات الحياة والانشغال الدائم نوعا ما بنخلينا نغفل عن كتير من التفاصيل بحياتنا لكن خلال شهر رمضان المبارك بنحاول نوقف شوي مع حالنا ونعيد ترتيب أولوياتنا أكيد نورو دائما بنحاول ندور بشهر الفضيل عن كيفية إدارة نفسنا وزواتنا والاستفادة من هالصبر اللي بيعطينا يا شهر رمضان الكريم أكيد رح نحكي سلمة عن هيدا الموضوع أكتر كيف فينا نوقف بيننا وبين حالنا نعيد ترتيب علاقاتنا الاجتماعية وكتير من التفاصيل بهيدا الشهر الفضيل لأنه إله خصوصية كتير جميلة مع الأستاذة الدكتورة تغريد مسلم أستاذة في علم الاجتماعي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك كل عام وأنت بخير يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يعني دائما لما بنقول شهر رمضان المبارك أول شي بيخطر عبالنا صلة الرحيم يخطر عبالنا العلاقات الاجتماعية وتوطيدها خلينا نحكي عن كيفية توطيد العلاقات الاجتماعية بشهر رمضان المبارك صحيح الحقيقة بالشهر الكريم لعند قدوم الشهر الكريم واقترابه تبدأ كل العائلات وكل الأشخاص يهيئوا حالهم لهالشهر الفضيل وتبدأ مع قبل بيوم وبداية أول يوم تبدأ المباركات بين الجميع بحلول الشهر الكريم ومن ثم الزيارات بين الأسر وبين أفراد الأسرة بين بعضنا البعض والتواصل الاجتماعي بين كل أفراد الأسر مع بعضها البعض فاللقاءات الاجتماعية تعتبر مظهر يعني من مظاهر رمضان بيختص فيه رمضان ولو كنا نحن كل السنة منقطعين ومنشغلين وغيره لكن عند قدوم رمضان بيكون خصوصيته بيرجع بيلم العالم بيلم يعني الأهل والأحبة والأصدقاء وبيرجع بيجمعون على سفرة واحدة بمكان واحد بجلسة واحدة بهالشكل هذا أديش فعليا دكتورة فينا نستثمر الشهر الفضيل بإعادة يمكن التواصل مع الآخرين وإعادة العلاقات الاجتماعية خصوصا أمام أطفال يعني أديش مهم تنقل هذه التفاصيل للجيل الجديد لما تلاقيه هو طول الوقت ماسك الموبايل أساسا التواصل الاجتماعي عنده هو افتراضي فعليا أصدقاء أو أي محيط من خلال الموبايل الحقيقة التواصل الاجتماعي والتقارب والزيارات اللي نحن تعتبر سمة وميزة خاصة بمجتمعنا العربي ومجتمعنا السوري بشكل خاص لكن عندنا يعني متغيرات جديدة في عندي أنا ضغوط الحياة والوضع الاقتصادي وما أتى عليه الوضع الاقتصادي من صعوبات وضعف بالإمكانيات بالإضافة إلى التطور التكنولوجي واللي أخرجوا من وسائل تواصل الاجتماعي ألهت الكثير عن ذاتهم وعن محيطهم عن أقارئ عن أسرتهم وعن المحيط فهالمتغيرات هاي اللي طرقت على حياتنا خلت في عنا تراجع بقيمنا تراجع بالمبادئ اللي نحن ربينا عليها وبدأ يعني العائلة تنفصل يعني حتى ضمن الأسرة الوحدة يعني إذا منلاقي كل شخص قاعد ولو بمكان واحد لكن كل حدا بعالمه الخاص فهالتكنولوجيا إجيت وعملت عملة يعني لكن نحن شو بدنا نعمل لحتى نواجه بهالشهر الكريم هي فرصة كتير مميزة إنه نرجع نتواصل مع بعض نرجع لثقافتنا لقيمنا لمعتقداتنا لعاداتنا ونرجع نجتمع مع بعض ونترك هالتكنولوجيا على جانب شوي وكمان يعني نترك هالظروف البعض يقول إيه كيف نترك هالظروف وهي صعبة معلش لو بأشياء بسيطة نحن منقدر نجتمعها عليها ونتواصل مع بعض عليها ما في يعني ما بالضرورة لازم لحتى أن يجتمع مع أخوتي وأقاربي والأهل حتى يكون فيه أشياء كبيرة وولائم كبيرة لا أصبحت يعني اقتصرت الولائم على أشياء بسيطة ممكن يتشاركوا عليها يعني ممكن كل حدا يقدم شيء بسيط بتعاون مع بعضهم وبعض ويجتمعوا على أكلة وحدة هذا شيء كتير بيرجع بيوطط العلاقات بيعايد المحبة بين الأخوة وبين الأهل وبين أفراد المجتمع بالعموم بكلاياتها وبترجع هالقيم هيك الإيجابية والجميلة اللي منتسم فيها ترجع تكون موجودة أكيد دكتورة تغريد حكيت عن شغلة كتير مهمة اللي هي نحن دائما هاي المشكلة أصبحت موجودة من بداية خليني أقول وجود التكنولوجيا بشكل كتير كبير بحياتنا أي مشكلة اجتماعية عم بيكون جزء كبير من حديثنا عن دور مواقع التواصل اجتماعي والتكنولوجيا بالعموم اليوم كيف أنا بقدر أعكس الموضوع يعني أخذ خليها اللي هي عم تستملكنا بقدر كبير أني أنا دعم الإيجابي اللي فيها قدر المستطاع لحتى شوي شوي الشخص يرجع للكنترول نفسه على حياته وعلى ذاته وعلى علاقته بالمحيط صحيح الحقيقة التكنولوجيا دخلت مجتمعنا والمفروض نحن نستفيد من هالتكنولوجيا يعني الشعوب الغربية التكنولوجيا موجودة عندها لكن بيوظفوها للاستفادة نحن نستخدم التكنولوجيا للتسلية لحتى نطلع لحتى نعطي مبرر كيف نحن عم نضيع وقتنا وحتى ننسى حالنا وننسى يعني شو لازم نعمل وهم ومنا وأمورنا كلها ونضيع الوقت منشوف غير الوقت مضى وراح ونسحب مننا بدون ما نعمل أي شيء ومع أنه هاي التكنولوجيا بالإمكان استثمارها والاستفادة مننا بكل لحظة من لحظاتها يعني خاصة التعلم الافتراضي صرت تقدري تعملي تعمل تعلم أونلاين تأخذي شهادات معتمدة ودولية كمان من أكبر جامعات العالم فأنا ممكن استخدمها أنا للتعلم استثمارها للتعلم استفيد منها ملي هذا الوقت بشيء أنا أتعلمه مو بمضيعة وقت وغيرها التكنولوجيا كمان أنا ممكن يعني استخدمها لتطوير نفسي يعني إن كان بإني أعمل برامجي الخاصة وشغلي حتى العمل أونلاين أصبح غالبية الأعمال تكون موجودة أونلاين يعني لفترة بسيطة رح نشوف يمكن فرص العمل اللي هي ما حتكون أونلاين رح تكون كتير معدومة يعني رح يصير العمل كله أونلاين فلذلك أنا لازم استثمر ونمي قدراتي والإنترنت بوفر لك تنمية القدرات يعني مو بالضرورة أنا أروح لمعاهد وإدفع مئات الآلاف بالكورسات لحتى أنا بقدر أعمل كورس تدريبي أونلاين وطور من ذاتي وهي نفسي إن كان لفرصة عمل أو حتى بكون استثمرت بنفسي وطورت بنفسي وعطيتها مهارات جديدة وهي بتخليني يكون أنجح وأفضل لكن هالاستثمار هات كله ما لازم يعني يلهينا عن خصوصية مجتمعنا وخصوصية عاداتنا وتواصلنا الاجتماعي اللي نحن معه معروفين فيه يعني أنا ممكن أترك بقى هالتكنولوجيا شوي خاصة هلأ بشهر الكريم عنا وقت الأفطار الأسرة تجتمع كلها على صفرة واحدة على طاول على مكان واحد ليأكلوا مع بعض فمنخلي هذا الوقت يعني فلنترك التكنولوجيا على جنب ونرجع لحياتنا الطبيعية لأنه صارت خلينا نقول الحياة الافتراضية عم تضغى على حياتنا الطبيعية وعم تحل كمان يعني مو بس عم تاخد محلة كمان فلذلك عم تتراجع حياتنا الطبيعية يعني حياتنا اللي هي بعاداتنا وتقاليدنا وسلوكياتنا اليومية عم تتراجع عم تحل ثقافة جديدة بسلوكيات ومعتقدات جديدة فإذا أنا بالشهر الكريم بدي يعني استغل واستفيد من حلول هالشهر ونرجع نتواصل ونجتمع كأسرة مع بعضنا البعض ونرجع هيك نرجع هالمزايا أو هالقيم اللي بتجمعنا لنكون كلها مع بعضنا البعض يمكن عم نحكي قداش فينا دكتورة نستغل هيدا الشهر الفضي شهر رمضان المبارك إليه خصوصية عند كل الناس خلينا نحكي نفس الوقت خلينا نسترجع بعض القيم الأخلاقية بهيدا الشهر كيف فينا نستغله فعليا لنقدر نرجع بعض المبادئ اللي يربينا عليها وبعض العادات والتقاليد وغير التواصل الاجتماعي منها فينا نقول التسامح، الغفران، الوقوف مع الذات، المساعدة كل هاي القيم الأخلاقية جميلة ونحن بنحاول نعملها فينا نقول إعادة نعاش بهيدا الشهر الكريم التسامح هو واحدة من أهم القيم اللي هي موجودة بقيمنا وبثقافتنا ومبادئنا ولأ وكمان بيجي الشهر الكريم بيعطيها الأولوية بحي لا أنت تفضلي رقم واحد فالمطلوب كلنا نتسامح لذلك بيشوفي يعني الإخوة اللي هني ممكن كان في مشاكل بين بعض اللي بعض عن بعض بيبدأوا بهالشهر الكريم يعزموا بعض يتواصلوا مع ترجع المحبة من أول وجديد طبعا هالتسامح هذا الجميل هذا بيترك إيجابية على الشخص وعلى الشخص الآخر لأو كمان على المحيط على أفراد الأسرة الباقين سواء كانوا أطفال ولا الشباب ولا كل أعضاء الأسرة الموجودة بيرجع بعيد هالمحبة ضمن كل الوسط الاجتماعي وعودت هالمحبة بتعود بالخير على الجميع فهالتسامح واحدة من القيم اللي هي يعني منرجع منقدر نرجع خاصة بحلول هالشهر الكريم لأنه من من أساسيات الشهر الكريم التسامح بالإضافة في عندي كتير من القيم والعادات اللي كانت مرتبطة بهالشهر اللي هي يعني نجتمع على سفرة واحدة وبعد الأفطار على صلاة الترويح وبعدها يعني أبي خيمة رمضانية لأو كمان المساعدات الناس المحتاجين نقدم له مساعدات يعني كان زمان يكون إذا كانت الأسرة إذا طابق عاملة طبخة واحدة يصير عشرة أو عشرين طبخة موجودة عندها على السفرة ليش؟ لأنه كان كل بيت بالحارة يسكب للبيت الآخر وصير عندنا سفرة كبيرة هاي القيم نتمنى أنه بالفعل أنها ترجع ترجع هالتبادل هلأ منشوف الشجار يعني الباب على الباب لكن ما بيحكوا مع بعض مو بس يعني بدنا يسكبوا لا بدنا يحكوا مع بعض يسلموا على بعض يتمنوا الخير لبعض لا هلأ عم نشوف أنه هالجفة عم يكون موجود فهياريت فعلا أنه نرجع نحنا لهي العادة اللي هي يعني بدأنا نفتقد أنه الناس تتواصل مع بعض ويسكبوا لبعض لأوا كمان إذا في حدا محتاج كمان بمكان معين كل يتساعد كانوا يعطيه حاليا في عنا جمعيات عم تحاول تقوم بهذا الدور وشباب عم تقوم بتتطوع ويبدأوا أنه هن يساعدوا ويساهموا بهذا الشي هذا كتير جميل بيخلي هالشباب فعلا يرجعوا لها القيمة ويستمروا فيها لبعضين لأ والأفضل أنا يريت أنه نخلي أطفال نجيب المدارس نخليهم يشاركوا بيوم أو بأيام معينة أنه يشاركوا بهدول الموائد الرمضانية هاي كتير إلى أثر على الطفل وبتستمر معه طول حياته طول عم تحاول لأ وبكون أنا غرست لها القيمة بشكل صحيح حال بزرحة طيطة بيش مكانة سليم وبتمبط وبتعطيني خير ومحبة وبترجع لي كل قيمة اللي كانت موجودة أكيد يعني معلومات مهمة منتمنى أكيد نكون قدمناها لكل اللي يتعبعنا نتشكر وجودك معنا دكتورة غريدم سلام شكرا لكم وبتمنى لكم يعني شهر فضيل يكون خير وبركي على الجميع وكل عام أنتم بخير بشهر مناسبة رمضان وقرب العيد كمان نسبق ونقول كل عام أنتم بخير لكل الشعب السوري ولكل الأمة العربية والإسلامية أكيد نتشكرك دكتورة تغريدم سلام أستاذة في عين الاجتماع شكرا لوجدك معنا اليوم شكرا لكم شكرا لكم